السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخواني على قناتيكم كيسن إذن نعتذر منكم على هذا الغياب الطويل ونعيدكم بأن نوفيكم في هذه العودة بكل ما هو جديد وحصري إذن كما شارت العداء أقدم لكم نتيجة الدرس الآن نبدأ بالدخول إلى برنامج فوتوشوب ونفتح الصورة التي نريد العمل عليها زائد صورة الخامة التي وضعت رابط تحميلها أسفل الفيديو ومن أي أداة تحديد نحدد الوجه بطريقة سريعة وقيفية فقط بعد التحديد نضغط منها كيبورد على كونترول جي الآن من قائمة إيميج نختار أجياسمنت ثم ثريز هات طبعا كل صورة وإضاءتها وتدرج ألوانها فعليك اختيار القيمة المناسبة التي تبين تفاصيل الوجه أكثر بطريقة فنية نضغط على أوكي الآن من قائمة سيلكت نختار كولور رينج ونضع اللون الأسود ثم نضغط على أوكي من قائمة إيديت نختار كابي ونفتح عمل جديد من فايل نيو بهذه المقاسات ثم نضغط على أوكي الآن من هذه الأدات نختار الخيار الثاني ثم نتأكد أن جريدينت أسود وشفاف ونغيّل الستايل إلى ريديل ثم نعلم هذا الخيار ونضع الستايل في حوالي قيمة 280 ثم نضغط على أوكي الآن من قائمة إيديت نضغط على باست ثم نحاول تكبير الصورة بهذا الشكل الخطوة الآتية هي أن نسحب صورة الخامة إلى العمل ونحاول تكبيرها بهذا الشكل مع العلم أنه من الأفضل أن نضغط بشكل متواصل على شفت من الكيبورد مع تكبير الصورة بالماوس وهذا ما يساعد على الحفاظ على مقايز الصورة الأصلية أرجو أن تركزوا معي في العملية الآتية نحدد اللاير الثاني الخاص بالوجه ونضغط بشكل متواصل من كيبورد على Alt ثم نسحب الماوس ما بين اللاير الأخير ولاير الوجه حتى تظهر هذه الأداة عند ظهور الأداة نضغط بالماوس على زل أيصر الخطوة الأخيرة هي التغيير في موضع لاير الخامة بشكل يلائم تصميم الصورة بهذا الشكل بهذا أنهي الدرس اليوم أتمنى أن أكون قد أفرتكم به نحن جد مسرورين بأن نتلقى منكم أي استفسار أو أي اقتراح لمواضع لا تنسوا أن تدعمونا بالاشتراك على قناتكم كيسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته